يعني كيف تبعت قضية مقتل أسقف كبير في دير كبير في مصر شايف الحادث دي الزياني؟ والله شايف ان ده كلام مفروض يطوى ولا يروع يطوى ولا يروع؟ اه اه والغجال الدين عموماً مسيحي او اسلامي اه يعني لازم يترجعوا شوية؟ اه كتير مش شوية يترجعوا كتير ده رأيي من سنوات وقلت لكافة المستويات انه كفاية بقى اه لان ده اشغال اه للزهن بتفاصيل بتودي العقل الجمع الحتة طيب راهب فاسد صوت يعني ايه يعني اه الشيخ بكاش بيقول للناس كلامه هو بيعمل جهة طيب ايه يعني؟ كفاية بقى من الطبقة دي كلها كلها؟ اه تروح فيه؟ الغاهب يرجع يقعد في ديره بقى شوية اه والشيخ اذا كان عنده خطاب اخلاقي يكرسه في المجتمع اه كفاية عك فيه كلمة بيستعملوها الشباب اه وانا شايفها بليغة قوي معاناها عامية جدا يقولوا هاري 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 اه اه هاري كفاية هاري بقى اه لانه المسألة تهرقت هي كلمة فصيحة اه اه خلاص لك نيسة سلطة دنيوية المسيح لكن المملكتي ليست من هزل العالم اه انما ايه اللي ده واصلوه خلعنا البابا وعملنا بابا تاني واصلوه لا هو منتحر لا هو مش منتحر هو مش عارف كذا والتاني اصلا هو قتل عشان ايه العك ده والتاني الشيخ اللي يقعد يجذب عن الناس وقلهم كلام مش صح وبعدين في عز ما احنا كانت فعلا مصر في خطر وعلى وشك الضياع كان هما بيتكلموا البنت تتجاوز عندها تسع سنين ولا سبع سنين كافة صغيرة لا وطلعاننا بقى اللوزاعي العبقاري الفضيع ده اللي قالك تنكح ما دامت تطيق النكاح اه وفسر لنا اه الراجل يعني ما اثرك اه طبعا انه ممكن تكون تخينها شوية فتتحر ايه لعك كده عيب البلد كانت في خطر والدينة كانت بتنهار حوالينا وفيه بلاد بتسقط وانت عملت شغل وعائشة رضي الله عنها تزوجت تسع سنين عنوسة عنوسة للولاد والبنات على فكر يعني لا الولاد قدرين يتجاوزوا وهم متخطوا التلاتين والبنات كلهم في التلاتينات الصعوبات المالية والحجاب وغطي شعرك يا اخي طب تأكلها الاول وبعدين غطي شعرك اشتركوا في القناة